تواجد القوة الأمنية هذه أمام مبنى الإدارة في مستشفى البشير بالعاصمة عمّان ليس بسبب مشاجرة أو اعتداء وإنما لحماية مدير المستشفى الدكتور محمود زريقات الذي هدد بالقتل بعد أن تم الاعتداء على أحد الموظفين الإداريين في مستشفى البشير بعد اكتشافه عدداً كبير من الموظفين الوهميين في إحدى شركات الخدمات اليوم بعد ما أنا كنت مقرر للتغيب عن مكان عملي أو بالأحراء الاعتصام وعدم قدومي لمكان عملي كمدير لإدارة مستشفيات البشير هذا كان سببها أنه اعتداء لمجموعة من موظفي شركة الخدمات المتعاقدين معها كوزارة صحة على مسؤول قسم الخدمات في مستشفيات البشير الذي سبب هجوهم عليه بالضرب وبهمجية وبالبلطجة هو نتيجة مقارنة لقائمة الأسماء الموظفين لهذه الشركة مع الحقيقة فتبين هناك عدم تطابق في الأسماء وبالتالي وجود أعداد مش بالهيئة أو قليلة من الموظفين اللي لا وجود لهم في الحقيقة ماذا تكلفنا؟ كل موظف إحنا بنتفع عليه 300 دينار على أساس قوم بأعمال النظافة والتدبير الفندق اللي بنحكي عنه لكن في الحقيقة يعني يمكن هذولا بيستغلوا الشركات بيستغلوا هذه الأسماء وبالتالي بعطوهم أقل من حقهم وباقي الاستحقاق وبغتقاسموا فهم بناتهم فالشغلة مربحة ولكن إنها مخسرة بالنسبة له وزارة الصحة فكان هو الاعتداء يوم الثلاثاء لم يجرى على هذا الاعتداء لا أي أمنيا ما صار إشي قضائيا ما صار إشي بالرغم أنه تقدمت أنا بصفتي مدير لمستشفيات البشير بشكوى رسمية للمراكز الأمنية ومن ثم لعطوفة المحافظ لغاية اليوم ما كان هناك أي إجراء ما كان هناك أي تحفظ على أي شخص ما كان هناك توقيف أي شخص من الأشخاص المعتدين وبالتالي أنا اعتصمت كسبب مقنع إنه هاي الأمور مش رايح تمشي بخير وبذلك ممكن هاي الفئة إنها تعتدي على أي موظف أو على أي مراجع وبالتالي البيئة اللي إحنا بيشتغل فيها غير آمنة والحمد لله بعد اجتماع الساعة تسعة الصبع مع معالي وزير الداخلية ومحافظ العاصمة ومدير شرطة إقليم العاصمة توصلنا إنه يجب تجديد الحراسة والحماية والأمن على مستشفيات البشير وكذلك إعادة النظر بهظل المعتدين وتقديمهم للعدالة من خلال التعرف عليهم من كاميرات المستشفى الموجودة عندنا وهنا بدي أنبه وأنوه برسالي إنه كل من يتجاوز القانون يجب معاقبته وهون حاب أشر إنه المراجع المحترم محترم وليست طريقة لمعاملتنا بالبلطجة أو بالقوة فنحن نتعامل مع أي مشكلة بحلها بالأصول والأسس الإنسانية ولا نتجاوز ذلك أما أنه نقابل كل شيء بعنف هذا مرفوض طريقة تعديهم على موظفنا مرفوضة والقضاء سيجري إن شاء الله حسب الأصول وهنا بترك الأمور للقضاء إن شاء الله وإحنا لنا ثقة عالية في قضاء الأردني وفي معاقبة كل متعدي أو كل متجاوز على القانون هون بحب أنوه كمان إنه هذا المستشفى يخدم في أكبير من المجتمع لدي تقريبا ألف ومئة سرير وهو المستشفى التحويلي الأول والرئيسي في المملكة يعني بنستقطب وبيجينا تحاول من كل مناطق المملكة وبنظام الهيكل الجديد هو مقسم إلى أربع مستشفيات رئيسية تم تقسيم حسب الهيكلة والآن بتتعامل مع مديري إدارة مستشفيات البشير وليس مستشفى البشير لدينا من الموظفين تقريبا حوالي بتحكي عن ست ألاف موظف حكومي بما فيه الشركات المتعاقدة عنها نخدم فئة واسعة وشريحة واسعة من المجتمع نسبة الإشغال في المستشفى تتجاوز الثمانين في المية والآن مع خطتنا الإصلاحية إن شاء الله على وعادة النظر في خطة لرفع مستوى الخدمات تتشملها على الخطة الأمنية وخطة أوقات الزيارة وتحديدها وهذه كلها بتنعكس على نوعية الأداء والخدمات من قدم المواطن وكان الناطق باسم وزارة الصحة حاتم الأزرعي قد أكد بأن الوزارة تتابع وبشكل حثيث قضية الدكتور زريغات مؤكدا بأن الأردن دولة قانون وسيتم محاسبة من هم قاموا بالتهديد رامي العيسى الحقيقة الدولية